السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الرابعة المكثفات 4 إلى 1 التعرف على المكثفات المكثفات الكهربائية مكونات لا غنى عنها في صناعة الإلكترونيات اليوم حيث تعمل على تخزين الطاقة في حالة الاستخدام العادي ثم تحرر هذه الطاقة تدريجيا في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية ونستخدم المكثفات في الدوائر الكهربائية لتخزين الطاقة وتأخير الزمن وكأجهزة تقاوم زيادة شدة التيار الكهربائي وتقاوم حدوث الشرب يتكون المكثف من لوحين فلزيين تفصل بينهما مادة عازلة ويتصل كل لوح بسلك توصيل ويرمز إلى المكثف عند رسم مخططات الدوائر الكهربائية بالرمز التالي الشحن الكهربائية على لوحي المكثف عند توصيل المكثف بالدائرة الكهربائية تتحرك الإلكترونات السالبة من الطرف السالب للمصدر إلى أحد لوحي المكثف الأمر الذي يجعل اللوح A سالب الشحنة نتيجة تراكم الشحنات السالبة عليه وتتنافر هذه الإلكترونات مع الإلكترونات السالبة الموجودة على اللوح B لتندفع إلى الطرف الموجب للمصدر فيصبح هذا اللوح موجب الشحنة ويتوقف التيار الكهربائي عندما يكون فرق الجهد الكهربائي بين لوحي المكثف مساويا للقوة الدافعة الكهربائية للمصدر عندئذ يصبح المكثف مشفونا تماما الشكل التالي يمثل دائرة شحن المكثف حيث نوصل المكثف على التوالي مع بطارية فتبدأ الشحنات بالنمو على لوحي المكثف ويصاحب ذلك ازدياد فرق الجهد تدريجيا بين لوحي المكثف إلى أن يساوي جهد المصدر وعندها تتوقف عملية الشحن ويكون المكثف عندها قد امتلأ تماما بالشحن الكهربائية وتصل الشحنة إلى قيمتها العظمى وتتناقص قيمة تيار الشحن تدريجيا حتى يصبح صفر فيتوقف والشكل التالي يمثل دائرة تفريغ المكثف حيث يتصل المكثف مع المقاومة فقط حيث تبدأ الشحنة الكهربائية على لوحي المكثف بالتناقص ويتناقص فرق الجهد الكهربائي كذلك وذلك بسبب وجود المقاومة التي تستهلك طاقة المكثف وتتوقف عملية التفريغ بنفاذ الشحنات الكهربائية من المكثف وعندها يصبح فرق الجهد بين طرفيه مساويا للصفر وتتناقص قيمة التيار الكهربائي حتى يتوقف السعة الكهربائية نعرف سعة المكثف بأنها الشحنة الكهربائية المخزنة على لوحي المكثف لكل وحدة فرق جهد كهربائي بين اللوحين وبناء على التعريف فإن قانون حساب سعة المكثف هو السعة تساوي الشحنة الكهربائية تقسيم فرق الجهد الكهربائي فنرمز للسعة بالرمز C فتصبح المعادلة الرمزية لسعة المكثف C تساوي Q على V حيث C هي سعة المكثف بوحدة الفاراد وQ هي الشحنة الكهربائية بوحدة الكولوم وV هو فرق الجهد الكهربائي بوحدة الفولت وعند رسم العلاقة بين شحنة المكثف وفرق الجهد بين طرفيه نحصل على خط مستقيم ميله ومقدار ثابت يساوي سعة المكثف وكما قلنا سابقا فإن السعة الكهربائية للمكثف تقاس بوحدة الفاراد وبناء على قانون السعة نستطيع إيجاد الوحدة المكافئة للفاراد وهي وحدة الشحنة الكهربائية تقسيم وحدة فرق الجهد الكهربائي ومنها فإن الفاراد يساوي الكولوم في الفولت والسالب واحد وتعتبر وحدة الفاراد كبيرة جدا لا تتناسب مع المكثفات المستخدمة في الدوائر الإلكترونية لذلك نستخدم وحدات أصغر منها مثل المايكرو فاراد والنانو فاراد والبيكو فاراد المزيد عن المكثفات تتميز العديد من المكثفات بمستوى أمان حيث يكتب عليها قيمة فرق الجهد الكهربائي الآمن لتشغيلها فإذا تجاوزت هذه القيمة فإن الشحنة الكهربائية قد تتسرب بين اللوحين وتتوقف المادة العازلة عن كونها عازلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر